موسيقى 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 غرّد النائب وليد جنبلاط اليوم عن جلسة التشاور للقاء الديمقراطي العريض حول حجم الرئيس وحدّد الأسبوع المقبل موعد للإعلان عن النتيجة هالتغريدة واللقاء استدعت ردود فعل من قبل متابعين النائب وانهلت علي الطلبات بعدم التصويت لصالح عون مع استهجان واضح لعدم الإعلان عن النتيجة اليوم أما الحصة الأكبر من التعليقات فكانت عن كلمة حجم يلي استخدمها النائب وسوء قالوا عن معناها المقصود أما الدكتور سامير جعجع فحذف تغريدة صباحية أعلن فيها عن انتهاء مرحلة وطلب من كل القوى أنها تلتف حول عون تغريدة جعجع مطولت على تويتر من بعد منهلت علي التعليقات متابعينه وأنصاره يلي انتقدوا بشدة بسبب هالموقف واعتبروا انتصار لثماني أدار تويت جعجع أخذت كتير جدل نقاش عتاب وانتقاط حاد أنهي رئيس حزب القوات اللبنانية من جذوره بحثف تغريدة تحت الضغط منذ ما نعرف إذا هالشي بيعني تراجع الحكيم عن الالتفاف حول الجنرال لكن أكتر التعليقات السيخرة كانت من بعد ما هدد الشاعر أنيس زبيدة بالانتحار عن صخرة الروشة مع تينا زبيدة وكلبة إذا خلصت الجلسة من دون تحديد اسم الرئيس منشوف مقطع منه سوى أنا أنيس زبيدة قبلت لك أطفال قررت أنا ونجمتكن تينا زبيدة ننتحر على صخرة الروشة مع بعضنا في حال خلصت الجلسة بلأ انتخاب أو ما تم النصاب في حدا بدي يبادر حدا بدي يكون كبش محرقة من بعض الهجوم يلي تعرضت له نصف مواقع الانترنت على مستوى العالم بما يعتبر سابقة بتاريخ الانترنت بتوقف وتضرور حركة العديد من المواقع مثل تويتر يلي تلقى أكتر من 9000 شكوى بسبب خلل بالموقع أعلن مكتب التحقيق الفدرالي عن بدء التحقيق بأسباب هالهجوم وتحليلات توقعت يكون المصدر روسي أو صيني لكن مجموعة بتحمل اسم قراصنة العالم الجديد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم اللي حبت تبعطها للعالم نشرت البوابة العربية للأخبار التقنية فيديو عن لعنة سامسونج يلي أصابت آيفون على ما يبدو بسبب انفجار هاتف آيفون 7 داخل سيارة مواطن أستراليا تسببت بأضرار بلغة وأعلن مات جونز صاحب الهاتف أنه على السبب على الأكيد بيرجع لانفجار آيفون 7 بجيبته بطريقة غير مفهومة لكن من جهة التزمت شركة أبل صمت ورفضت التعليق على الموضوع حتى تنتهي التحقيقات أيضا وعلى تويتر نشرت الصحفية إيمان إبراهيم صورة حذاء قالت أنه من مجموعة دولتشي أنجابانا محطوطة عليها صورة العذرة وإلى جينبا صليب هالصورة سببت جدل ويسع على تويتر وأمتعات شديد من قبل المتابعين يلي طالبوا باحترام الأديان ووصلوا لمطالبة الفنانات العربية بمقاطعة هالماركا كاحتجاج على الإسئة مشاهدينا نحن لهون ونكون وصلنا لنهية أخبارنا للليلة لمزيد من التفاصيل وأخبار أخرى تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج وعبر صفحاتي على تويتر فيسبوك، إنستاجرام وسنابتشات وأكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاك ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقول بنشرات لاحقة تصبحوا على خير اشتركوا في القناة